اشتركوا في القناة ما عليكم زود جيت للامارات دراسة مرحلة الباكالوريوس في جامعة الشارقة اوكي عام 2009 الدراسة الهندسة الصناعية ما شاء الله اي نعم الحمد لله وين في اي جامعة في جامعة الشارقة جامعة الشارقة ايه الحمد لله لين 2016 اول 2016 اشتغلت فترة بسيطة في بنك الامارات للاستثمار اوكي وبعدين انتقلت للسعودية اشتغلت في شركة برايس ووترهاوس كوباز بي دابلو سي كمدقق داخلي تقريبا فترة اقل من سنة وبعدين عاد انا رجعت السعودية وقلبي متعلق في الامارات ايه انا من الزملاء والاستخدام يعني اخو اهل واخوان يعني الحمد لله وشعر كلهم مقيمين هنا سواء كمواطنين من اهل البلد او من الزملاء السعوديين او من اخواننا العرابة والجانب سواء من مرحلة دراسية او قبل زي ماشاء الله فاشتغل هناك وليسه قلبي متعلق هنا مني بقادر استخرت الله سبحان الله كنت ابغى انقل الى قسم الاستشارات الكونسولتنج في بي دابلو سي ما كان في شواغر استخرت وقدمت الاستقالة وبلغت الوالد اني استقلت وشحنت سيارتي ورجعت للامارات على اساس اجازة اجازة مفتوحة زي وقدمت على الجامعة الكندية دراسة الماجستير ماشاء الله وانقبلت وبدأت والوالد اتصل ها متراجع قلت والله انا بديت ماجستير كيف؟ قلت والله عادة لها بدأت دراسة ها يمين يسار يمين يسار قال دام انها دراسة فالله يوفك توكل الله وكذلك الوالدة والجد الوالدة والله دعمتني في البداية الزالة خير الله يحفظها والحمد لله بدأنا مرحلة الماجستير من الفين وتقريبا ثمنطعش وخلصت 19 الماجستير في اي تخصص كان كان الادارة العامة وخلصت الأول ولسه ما بغير جاء في دبل ماجر في دبل ماجر تفكر على الله فايننس ماشاء الله عليك الحمد لله فخلصت الفايننس اللي هو الدبل ماجر كان في 2020 شهر خمسة في عز الكورونا بعد دخلت خلصت جامعة الشارجة بعد ما خلصت جامعة الشارجة صرت الجامعة الكندية صحيح خلصت الماسترز بعدين ما شاء الله عليك خد دبل ماجر سويت في الفايننس صحيح ما شاء الله عليك نزيل وبعدين حين أقول لي عقب ما انت خلصت من الفايننس شو اللي استوى بعد اللي استوى طرر ذلك كنت مثلا عدكت لي اشتغلت في في بنك الإمارات الاستثمار وفي دبل مي سي أوكي خبرني عن بي دبل مي سي حين العمل في مجال الاستشارات وخاصة بي دبل مي سي هم من البك فايف شو كانت طبيعة عمل صحيح كانت مدقق داخلي كانت تجينها شركات أو أفراد يطلبوا فيه بعض الشركات تطلب يعني سواء الاستحواذ ولا الاندماج تطلب أنه أحد الشركات البيج فور في العالم أنها هي اللي تكون المدقق لهذه الشركة مثلا شركة تكتب وتستحواذ على شركتي فأنت تطلب من الشركة اللي سيتم الاستحواذ عليها والاندماج معها أنه التدقيق يكون من أحد الشركات الأربع العالمية صحيح فأحنا نحن شي بسيط هذا أمر لا لا أبدا حتى العملاء الشركات هذه يكونوا سواء حكومات سواء جهات حكومية أو الشركات الكبرى في الغالب هم يبغوا أنه الشركة اللي تتطلب واحدة من الشركات المعترف فيها عالميا فالحمد لله كانت يعني فترة كم اشتغلت إياها؟ تقريبا تسع شهور بدأت في تدريب تسع شهور تنسي هي هي لا لا شغل ضغطة هنا لا لا ما شاء الله لا يحتاج يعني انا شوف دائما إذا تكون البداية في هذه الشركات مجال الاستشارات الواحد ممكن يتعلم مهيت من عندهم كثير جدا تأخذ لك تسع شهور إلى السنة الخبرة اللي تكتسبها وايد صحيح نزين خبرنا قصة أرنب شو موضوع أرنب؟ أرنب أرنب إذا ذكرت أرنب أنا بذكر لك سيف هي شريكي وإذا ذكرت سيف بذكر لك أرنب ماذا؟ بداية أرنب هي شراكة أنا والأخ سيف النقبي دراسة يعني كانت صداقة دراسنا سوى في بريطانيا في لندن 2007 زين يعني سامر سكول أوكي وسبحان الله تطورت العلاقة لين ما صارت أخوه من قبل أرنب الله ملك الحمد يعني ما شاء الله وجميع الأفراد وأسرتهم يعني وجميع أخوانهم كلهم مقربين جدا الله يحفظهم ومبارك فيهم فسيف كان عنده شركة توصيل في 2016 تقريبا وكان مؤمن بالفكرة جدا وظروف الحياة عاد باع الشركة وما زال متعلق في شركات التوصيل يرى أنه فيه في السوق أو فيها زي ما يقولونني يعني السوق متعطش صحي فأنا من عائلة تجارية في السعودية هو العمود الفقري حق الشركة عندنا اللوجستيكس اللوجستيات ودارس هندسة صناعية وفي 2014 سويت لا إله إلا الله يعني رحنا تدريب في الصين أوكي في واحدة من كبرى الشركات هذا مع أرنب أو مع الشركات العائلة قبل دراسة الباكالوريوس أوكي رحنا أنتين شب أنا و بعض الزملاء للصين شركة اسمها سينوترانس هي تقريبا مصنفة من بيك ثري في الصين في اللوجستيكس بيك ثري في الصين أوكي بيك ثري في اللوجستيكس فرحنا قاعدنا شهر هناك زرنا أكثر من سبع مدن هناك وزرنا يعني قطاعات الشركة المتنوعة في اللوجستيكس حبيت الشغلة وأنا أصلا الباكراوند حق العائلة عندنا اللوجستيكس فحاب الموضوع هذا اللي هو من مرحلة التصنيع إلي ما توصل لي على الشيء البيت هذا اللي في النصة أنا عاجبني تخزين توصيل تغليف أنا أحب هذا من المناس صغيرة هذا الأشياء فسبحان الله الشهر تقريبا أربعة عشرين عشرين مع بداية الأزمة الأربعة اللوكداون زين سيف رجع قال لي الموضوع هذا وأنا ما أخفيك أنا يعني ضد موضوع أنه مثلا الشراكة إذا ما كانت تعطي قيمة صح فشفت والله إنه قلت أنا السيف أنه لا لا أنا مش يعني متحمس لما صار اللوكداون التكفيل التام بداينا والله أنا أنا وسيف زوم كل سوى لي في داير داشا ها اشرايك لا يرسل لي لينك ارسله لينك أنا لسه متخوف من الموضوع أنت متخوف من أنك تدخل في هالمجال أو متخوف من أنك تدخل في شراكة مع صديق وأخ والله ما أخفيك اثنتين اي انا لأن هذا سعاتي يكون تحدي ترى يعني شيء من الشباب يقول لك يا أخي أنا ما أدخل بزنسي هذا الريال وائد عزيز علي ما أدخل في بزنس وباتر نختلف في شيء مع أنه ممكن يكون عكس كذلك تماما ترى حد من الناس يشوفه بهذه الطريقة حد يقول يا أخي أنا إذا أنا بأشتغل ويا أخوي شو أحسن عن شيء هو بيدير باله علي وأنا بيدير بالي علي وثنينتنا كل واحد فينا يريد النجاح للثاني صحيح زين فأنت الاثنين أنا الاثنين أنا الاثنين أنا ما أبغى يعني الوالد يفضل أني أنا أستمر في الشركات العالمية هذه القوية أخذ خبرة فيها وأنا كذا مبحق مكتب يعني وش حق قعدة مكتب أنا حق قفلتني في الشارع خلني أشتغل خلني أشتغل شيء أحبه جميل فسبحان الله في البدايات يعني مرحلة دراسة السوق هذا في شهر أربعة هذا شهر أربعة جاء يعني أول خمسة بديت أنا أتقمص دور أني أنا صاحب تجارة منزلية أول شيء تسوي تكتب في جوجل شركات توصيل تبدأ تبحث تشوف صرت أتصل السلام عليكم أنا عندي كذا بدأت أعرف معلومات أشوف زرت شركتين تقريبا ثلاثة متواضعة جدا الشركات بديت أؤمن بكلام سيف اللي هو عندك أصحاب التجارة المنزلية ما في شركة أو شركة تشتغل بمهنية تخدمهم الجميع فيهم الخير والبركة بس أنا شفت الشركات العالمية الكبار ما لقيت نفسهم يؤدي للتوصيل المحلي يعني هم يؤدون توصيل محلي اللي هم الشركات العالمية المعروفة أصدق نفس جودة الخدمات بالضبط أيوه كيف البروفيشنال في التعامل الكاستمر سيرفس التجاوب السريع الاهتمام ليش لأنه أصحاب التجارة المنزلية كم يعطيك طلبية في اليوم طلبية ثنتين ثلاثة بالكثير مرات بالأسبوع يعطيك طلبية واحدة فيبغى يحس أنه مميز أو أنه مخدوم بأفضل شكل لما ترحل الشركات العالمية فيهم الخير والبركة لكن يتعاملون مع ناس يعطونهم خمسمائة طلبية أربعمائة طلبية في اليوم فما رح يهتموا ذاك الاهتمام للأفراد المتفرقين فهنا أحس يعني كلام سيف رجع طلع لي مرة ثانية أنه لا السوق محتاج محتاج شركة بروفيشنال تخدم الأفراد فالحين أنتوا القاب اللي حصلتوا أو الثغرة أو مجال التحسين اللي لحظتوا اللي ممكن أنتوا تقدمون شيء لسد هذه الثغرة أنه جودة الخدمات المقدمة للبزنس المنزلي مثلاً اللي يشتغل من البيت مثلاً يسوي سندويشات ولا أمور بسيطة يبيعها هذه من موجودة مفقودة فأنتوا تبعون تعبون هالاحتياج هذا في السوق صحيح حلو صحيح وبعدين وبعدين كلمت سلام أبو زايد كيف الحال بشرنا عنك والله الفكرة شكلها السوق يحتاج يمين يسار يمين يسار يلا توكل على الله طيب خليني أنا لسه أنا متردد فأجأة والله يوم يومين اتصل فيني أبو زايد قال لي يطلع يلا نطلع مرني وطلعنا يتمشى على وين قال لي خلنا يتمشى شوية وصلنا شوف وصلنا معرض سيارات عسى ما شر هتفضل هذي أول سيارة لشركتنا كيف ما عندنا رخصة تجارية ما طلعنا رخصة تجارية الزين هو خد شعب السيارة باسم سيف قلت يا أبو زايد استهدف الله ما يصير لسه كيف يعني هنا حسيت أنه لا يعني المسؤولية زادت خلاص أنه ليش لا هذا وقتها طيب احنا عندنا سيارة لا مكتب لا رخصة لا اخترنا اسم لا براندنج ولا شيء لسه سبحان الله لما صارت الخطوة الأولى هذه تسهلت جميع الأمور سبحان يلا أبو زايد الآن قرار نختار اسم شركة يمين يسار يلا واحد اثنين ثلاثة تم اقتراح على أنه أرنب من السرعة اسم المميز يرسخ في الذهن حيوان لطيف محبوب من الجميع توكلناها الله توكلناها الله يلا نقدم على الرخصة التجارية ما شاء الله ايه والله وخلال هذه المرحلة بدأنا نشوف المكاتب نشوف الويرهاوس ما الأفضل لنا ما الذي نناسبنا يخدمنا كموقع كمساحة ولقنا توفقنا في منطقة راس الخور شارع المنامة مكتب زين يخدمكم جميل ما شاء الله الله يزيك خير مساحة حلوة الألوان حتى اختياركم في اللوغو ما شاء الله موفقين فيه الحمد لله تصدق علي يا سين نحنا كنا نتكلم في هذا الموضوع اللي استوى في مجال الكورير في الكورير اندستري خلال الجائحة شيء يعني غريب وما كان متوقع أن النمو يكون بهاي الطريقة لأنه فعلا الناس استوت كلها في البيت لوكداون في كل مكان العالم كلها مسكرين الدنيا كلها ما في إلا دراجة التوصيل أو سيارة التوصيل هاي تيبلك الأكل تيبلك الدوة تيبلك الثياب تيبلك اللي أنت تحتاجه ف بس اللي حاصل الناس ما بعارفين حجم اللود يعني أنا يمر مسياء ويا سيف يخبرني الأوبرائشنز ومدى تعقيد الأوبرائشنز ساعات في الموضوع هذا نحن شو اللي نشوفها كاستمرز خلاص كلك نزين كم الدليفيري شارجز خمس دراهم عشر دراهم شو ما كان عشرين ثلاثين دراهم أوكي خلاص هذا الحين بيأخذ البوكس من عند الشركة من عند البزنس اللي فلاني وبيوصل لي وسلام عليكم الحين في الطرف الثاني الشركة الموضوع أعقد من هذا بوايد في مواقع مختلفة كيف تدار هذه العملية كيف اليوم كشركة كورير تضمن أن هذا يوصل للموقع اللي فلاني على الوقت هذا لا سمح الله إذا ساير مثلا الموقع صارت لها مشكلة كيف تتعاملون إياها خبرني ما هي على الوقت الحمد لله اللي يعني توفقنا فيه أنه أنا متفرق كاملا لهذه الوظيفة كرئيس تنفيذي طبعا كرئيس تنفيذي في البدايات كنت رئيس تنفيذي كنت ماركتنج كنت سواق كنت 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 والحمد لله شريكي سيف معايا دائما كنت توصل طلبيات كنت توصل طلبيات وما زلت إذا أنه يحتاج لا نوصل لا لدينا مشكلة هم شيء أنه نرضي العميم أو نسميهم الشركاء حتى في حسابك أنا شفتك حاط صورة لليد كان هو يعتقد يعني ما شاء الله عليه هو بنى بيزنس كبير وما شاء الله مثل إمبراطورية حين هنا ولكن بدأ من الصفر وما الواحد ما يستحي من هذا الشيء صحيح أبدا يكونه قايم على حلاله مثل ما يقولون بديه صحيح وأنت تسوي هذا الشيء بكل فخر واعتزاز صحيح وهذا هذا اللي شوف القايد نحن دائما نقولها الشيء حتى سيدي يسمو الشيخ محمد بن راشد دائما يقول هذا الكلام أن القايد مكان الميدان صحيح مكانك مف المكتب أنت سواء كنت مسؤول في جهة حكومية كنت مسؤول مدير مطعم كنت مدير شركة ماركتينج أو غيره أنت كمسؤول وكانك الميدان وأنت ما شاء الله عليك طبقت هالشيء وكنت تطلع أنت روحك لازم نتعلم صدق هالشيء هذا يوم تسوي يبني مثل علاقة أقوى بينك وبين البزنس فيستوي هال البزنس كأنه جزء منك أنت اليوم لأنه أنت تشتغل عليه بديك مبمن مكتب وروني أشوف الداشبورد والكي بي آيز وشوف المؤشر اليوم أخضر والأحمر وفلان سوي لا يوم أنت تشتغل روحك غير صحيح زين فأنتو بديتوا أوكي فإدارة الأوبريشنز خبرني فأنت تقول ما شاء الله عليك تنزل الميدان أوكي بعد إحنا الآلية تصير معنا أنه يعني فيه ثقافات مختلفة عند الناس يعني العمل الاحترافي شوية لازم يعني نساعد نغير لأنه في السوق فيه فكرة اللي هم الأفراد بنفسهم يشتغلون هذه الوظيفة أنا كعلي أشتغل كفرد أستلم طلبت بدر أنت مني مثلا توصيل أأتي أنا كفرد أستلم منك وأنا لا أعندي أي التزامة أخرى أأتيك في سيارتي الشخصية برقم جوالي الخاص هنا لازم يعني الناس مرات يمكن شوية تتحسس من هذا موضوع تبغى الآن تأتيني ولا أنت الآن تتوصل لهذا الشيء نحن قد ما نقدر نحاول نغطي هذه الفجوة بحيث أنه نعمل بشكل احترافي ولكن بنفس الوقت يعني نرضي الأطراف كلها فإحنا يعني البروست جدا بسيط عندنا حاليا نستلم الطلبات توصل ثاني يوم أو في نفس اليوم العمل يعتمد على المناطق يعتمد على سكاجول معين لبعض المدن لكن مثلا أبوظبي دبي الشارك هل تغطون المرات كلها المدن رئيسية المدن رئيسية المدن رئيسية في القرى النائية مثلا هذه ما نغطيها حاليا ما نغطيها فإتم استلام الطلبات إتم الإبلاغ أنه تم استلام الطلبات حاليا العملية كلها تكون خلال إنستجرام أو الواتساب إن شاء الله الأسبوع هذا ستكون عن طريق الموقع الإلكتروني وقريبا جدا إن شاء الله عن طريق التطبيق رح يصير الموضوع جدا يعني سهل وبسيط بمجرد ما تدخل بياناتك في الموقع أو التطبيق يجيك رقم الفاتورة أو رقم الطلبية اللي تقدر تسوي فيه عليه متابعة أو تتبع أو تراكينج ويصير عندك في الموقع داشبورد يبين فيه كامل الديتيلز عندك طلبات القديمة طلبات الجديدة كامل الديتيلز فرح يكون يعني شيء مبسط وسهل الأوبريشنز أرجع للسؤال أنا شوية رح هو ترى أنت حتي يوم تقول هالشيء أنا يالس أتخيل شو اللي يستوي في الباقراند يعني هو بسيط للمتعامل صحيح لكن الشغل اللي داخل أكيد مجهود يعني خرافي عشان يطلع بهالطريقة هاي البسيطة الموضوع كله صحيح صحيح لا يعني نحن في البدايات للأمانة لما بدأنا بمرحلة تأسيس الشركة وكذا أنا في النهاية يعني سيو للشركة فحسيت أني أنا بحتاج ذراع أيمن ليا لأنه أنا عندي زيارات حكومية عندي اجتماعات بحاول أجيب شغل للشركة فأخرج من المكتب فمن يكون يدير في الشغل هنا أحتاج أحد أثق فيه فبلغت شريكي سيف بهذا الموضوع قال لي خلينا نبحث بدأت أنا أتذكرت أحد الأخوان أخ محمد حامد دارس معي في جامعة الشارقة هندسة نعم فأتذكرت أنه قد يعمل في هذه الأمور من قبل قد يعمل مع شركة في عندهم يتعاملون مع تجار المنازل في أعتقد مبيعات الكيك أو شيء كذا وقد يعمل في شركة عالمية يركبون كاميرات وسيستمز فحسيت أنه شخص أثق فيه جدا فحسيت أنه هذا الشخص اللي أنا أحتاجه كلمت محمد السلام عليكم وعليكم السلام محمد أنا والله أنا وشريكي سيف بنأسس شركة توصيل طلبات قال لي أنا والله يتوني داخل في شراكة في شركة التصوير وإنتاج قلت له طيب أنت شوف يعني أنا طرحنا عليه كل يعني إن شاء الله الخطط المستقلية للشركة يعني النمو المتوقع فقلت له أنت خذ لك يومين استخير الله وفكر في الموضوع وفكر أولي بغيت أي شيء خلال هاليومين اسألني على طلب أكون معك صريح يعني في الجوب قال لي طيب ثاني يوم واتصل فيني قال لي أقول لك توكل الله أنا معكم يحب هو محمد برضو معنا الموضوع ستارتب يعني شيء أنت تبدأ من الصفر كأنك أنت طفلك وقعد تكبره تنمي بنفسك والحمد لله والله إضافة جيدة هو معنا ما شاء الله علي ففي البدايات كنا يعني أنا ويا شايلين الشيلا كلها يعني يلا يمين يسار أنا معاك إش بغيت إش ناكسك إش محتاج أنا بنفسي كنت أتجاوب مع العملاء أرد عليهم ورسلهم لما حسيت أنه في النهاية يعني في أشياء مؤمنين فيها أنا وسيف نبغى هذا الشي يروح للجميع العاملين في أرنب الأمور اللي إحنا يعني مؤمنين فيها اللي هي يعني مثلا إحنا شفنا أنه الأمانة والثقة في التعامل هذه فيها خلل في السوق فنبغى إحنا أي أحد يتعامل معنا يعرف أنه يعني يشتغل معناه مرتاح العمل الاحترافي هذا مهم عندنا أنه الواحد ما يحس أنه يتعامل مع شركة مجهولة أبغى المتعامل معنا يعرف مين وراه الشركة هذه هو قاعد يكتب المين أو هو يتعامل مع مين مين اللي في المكتب يدوم يعني إحنا دائما أصلا نطلب من الشركاء إذا نقول لهم حياكم في أي وقت عندنا في الشركة تبغى تشربون قهوة تبغى تصرفون تبغى تشوفون وين أغراضكم تنحاط تبغى تشوفون حياكم المكان مكانهم فيوم الحمد لله خلال كم من شهر محمد خلاص يعني صار ما صار يشتغل صار كأنه هو من أصحاب الشركة ما شاء الله أي الحمد لله أوكي يعني من ناحية أوقات عمل من ناحية أمانة إخلاص يعني يعمل بجد واجتهاء أنت كررت كلمة ثقة وائد صحيح كررت أكثر عن مرة فأنت فعلا الموضوع الثقة هذا عندك وائد مهم وهالشي هذا واضح حتى في تعاملكم مع الكستمرز من خلال اللي شفنا يعني واللي اتطاحلنا نحن في الفترة اللي طافت يعني اللي شغالين فيها أنتم ما شاء الله والمهنية العالية واضحة ما شاء الله فيك أنت شخصيا واصل قبله للستوديو أنت اليوم قبل الوقت يعني معناته أرنب صدق أمورهم طيبة لازم ممتاز زيني إذا بنقول اليوم مثلا علي التحديات اللي واجهتكم أنا متأكد أن أمر مثل هذا في تحامل مع الناس و رضا الناس يعني شيء صعب نوعا ما مش مستحيل لكنه صعب لأن توقعات الناس تتغير اللي يبا منك اليوم في شهر ستة عشرين واحد وعشرين غير عن اللي يبا منك في شهر ستة عشرين واثين وعشرين غير عن عشرين ثلاثة وعشرين سقف التوقعات هذا يتغير فأنت لازم باستمرار تعدل من نفسك فخبرني أبرز التحديات اللي واجهتكم في الفترة هاي البسيطة اللي أنتوا بديتوا فيها الحين تقريبا سنة وشوي شو أبرز تحدي واجهتوا والله من ناحية التحديات بالنسبة لي أنا كشخص ممكن كسرت أشياء كثيرة في شخصيتي يعني كانت حولي جدران وهمية كنت أشوفها والحمد لله يعني منجرد ما بدأت في الشغل العمل الخاص كلها طلعت وهم شو هاي مثل شو مثل مكانك الاجتماعي أنت ما بتقدر تشيل نفسك بنفسك لازم أهلك يدعمونك نظرة المجتمع لك مثلا ليش أنا أسوي هذا كله الحمد لله في خير وفي نعمة ليش أنا قعد أدوم الليل ساعة 12 واحدة بالليل كلها يعني فترة بسيطة بدأت تروح واحد وراء الثاني بالعكس صرت كل ما أشتغل أكثر كل ما أم بسط أكثر أحس بأني أنا قعد أدي تجي توصل طلبية للشخص محتاج شي ضروري ولا شي يرسل لك رسالة طويلة عريضة دعاء لك يتمنى لك التوفيق والخير هذه تسوى الدنيا والتعب كله والله ففي تحديات أخرى للشركة تحديات للشركة السوق مشبع بشركات التوصيل كثيرة جدا ممكن الشركات العشوائية أو اللي تشتغل بطريقة غير قانونية أو كأفراد هي اللي تأثر أكثر على الشغالين بشكل نظامي بسائقين تحت بيزا باسم الشركة سيارات باسم الشركة مثلا في تحدي آخر برضو ثقافة الناس من تعامل يعني سمعنا أكثر من شخص مثلا تعامل مع شركات وهمية واختفت فلوسهم اللي يتعاملون مع نعم يتعاملون مع تجار هو في النهاية جوال قفله وما تقدر تلحق الشخص هذا أو الشركة هذه لا طلب رخصة تجارية لا طلب ما يعرف مين وراء الشركة هذه هي صفحة انستغرام تسوى احنا شركة التوصيل ويسوون دعايات عليها ويلا نبدأ في السوق وكثير في هذا أنا زرتهم نفسي تشوف شخص هو صاحب الشركة وهو اللي رأى لها سلعمل أي شخص يجي أنا ممكن اشتغل معك ساق خلاص ما في مشكلة خذ طلبات وحوصلها طيب مين هذا الشخص كيف تخلي يشتغل لك يعني مثلا بدون هذولا يسببوا لنا تحدي لأنه هم يقدروا يلعبوا في الأسعار ما عليهم ما عليهم كوست أو زي ما يقول يعني مبلغ ما عليه مصاريف فهو الشخص هذا انت خذ مثلا المبلغ الفاني أنا ليه المبلغ الفاني من هذه الطلبية وخلاص سلام عليكم وعليكم السلام فأحنا كشركة مثلا عندنا مصاريف احنا ملتزمين نوفر للسائقين سكن نظيف ومحترم نوظف لهم لبس نوظف لهم سيارات ببراندنج عليها استكارات الشركة نوظف لهم في مكتب في موظفين في مصاريف عندنا الدفع بالبطاقة فهذه كلها تحسب على قيمة التوصيل على رسوم التوصيل أنا بعدين علي أبا أرجع على الموظفين ضروري في بعض الأمور تهمني نحن تهمنا نحن اللي تتعلق بالموظفين وطريقة سعادة الموظفين هذه لأننا يدون دور قد يكون في تحديات كثيرة سواء في السيارة ولا على دراجة لكن انت تكلمت عن حواجز يوم بدينا نحن في موضوع التحديات تكلمت عن حاجز اللي هو حاجز أنك أنت في البداية كنت تعتقد أن قد تكون نظرة الناس لك مش نظرة طيبة يعني أو يستهينون بالوظيفة اللي أنت تسويها وكان هالشيء هذا في البداية نوعا ما يسبب لك توتر قلق تردد تسمي اللي تسميه ولكن بعد فترة اكتشفت أنك أنت تحب هذا المجال وهالحاجز هذا خلاص تعديته صحيح لأنك تسوي شيء لأنت تحبه وافتخر فيه وتفتخر فيه سبحان الله يوم الواحد يمارس عمل فيه شغفه يعني حد من الناس مثل ما أنت تفضلت الناس اللي مثلك اللي عندهم اللي هم اجتماعيين ويحبون يخدمون الناس ما يهم الموضوع المادة هذا بابا نقول يعني اهتمامه صفر يعني في سلم أولوياته زيرو لا موجود على سلم أولويات كل شخص ولكن موب من ضمن الأولويات اللي عنده موب موب توب التوب عنده فوق خدم حد أرسلي دعاء مثل ما أنت قلت أنا مرتاحة مارس الوظيفة اللي أنا أحبها أحد أصدقاء الطفولة اللي أنا عبدالله نحن ما يعرفنا نحن برمس عبدالله بذكر كان عبدالله من يوم استوينا نحن وهو يحب ويعشق شيء اسم السيارات يحب السيارات وماشاء الله عليه خريج أعلام ويشتغل ماشاء الله في مكان مرموق لكن شغفه هذا فبعد ما يخلص دوام تلقى شغال لين آخر الليل في القراج اللي عنده يعدل في السيائر ويزينها ويصبغ وأشوفه ولابس الأوبرول هذا ويخيس عمره بين الصبغ لكن يكون في قمة الوناسة ويقول لي أبو عبدالعزيز أنا ما علي من حد أنا مستمتع أنا مستمتع أسوي شي فعلا أستمتع فيه اللي هو سيارات رحينا أنت مثلا ما تفضلت أنت شخص يحب يخدم الناس وكونك أنت الرئيس التنفيذي للشركة وهذا توجهك فما نستغرب أبدا يوم نشوف أن هذا واضح في كل تعاملات الشركة مع الناس ومع المتعاملين الحمد لله إذا بنسأل علي اليوم عن أنا اليوم مثلا كصاحب مشروع منزلي شو اللي ممكن تقدمون لي والله احنا ممكن أن نقدم لك يعني مثلا يطلبون بعض الأخوان مننا مثلا من بعض المشاكل اللي قد واجهناها مثلا كيف يحسنون مثلا من من مستوى عملهم وتطويره مرت علينا أنه أمثلة كثيرة جدا الحمد لله أكثر من ستمائة تاجر منزل اللي قد تعامل معنا ما شاء الله أيها الحمد لله غير الشركات الصغيرة والعدد ما شاء الله من اللي عرفنا في تزايد ما شاء الله لأنه ويدين ياسين أصلا يتجهون للعمل من المنزل نعم صحيح فإحنا ممكن نعلمهم مثلا بعض الأمور المختصرة الطرق كيف مثلا مشروع ممكن يساعدهم أو كيف يبدوا يطوروا من يطوروا من مبيعاتهم أو من أعمالهم في هي عيوب أو أشياء بسيطة ممكن هي تفرق مع صاحب التجارة المنزلية من ناحية مثلا التجاوب مع العملاء يعني إحنا مثلا كشركة توصيل عندنا بعض أصحاب التجارة المنزلية إذا أنا كشركة توصيل أتواصل معاه سواء مكالمة أو واتساب يأخذ معاه أربع ساعات عشان يرد علي فما بالك إذا أنت شاري من هذا الشخص أو من صاحب التجارة قبل جزئية التواصل علي دعنا أخذ خطوة قبل حين أنا فتحت لي بزنس فلنفرض مثلا البزنس لي أنا بزنس تمور كيف الخطوة الأولى أكلم منه أدخل الويبسايت أقدم عندكم أتصل على رقم معين كيف أقدر أخذ خدماتكم عندكم في توصيل المنتج اللي عندي حاليا نحن نتجاوب مع شركان عن طريق الانستغرام صفحتنا أو عن طريق الرقم الشركة موجود في الصفحة أيضا نتجاوب معهم كل شي نأخذ الاستفسارات العامة طبيعة المنتج اللي يعني تتاجرون فيه حجمه مثلا عدد الطلبات المتوقع اليومي إذا كان البزنس جديد شو يعني حجم حجم المنتج في أحجام بعضها تجي جدا كبيرة مثلا هذه ما نقدر مثلا نقيمها على نفس السعر الحالي لأنه الحمد لله أسعارنا تعتبر أقل من السوق فالسعر يعتمد على حجم المنتج على الحجم المنتج بس يعني 90% من المنتجات عندنا اللي هي الحجم العادي اللي تقدر تشيله يقول 40 في 40 في 40 مثلا وما يكون مثلا وزنه يعني بمجرد أنه الساق أو الشخص يقدر يشيله بنفسه المنتج هذا هذا يعتبره نحن منتج الحجم عادي يعني ما ننظيف عليه رسوم زيادة أوكي لكن إذا إذا مثلا إدواء منزلية مثلا أحجام كبيرة مثلا ما ما هذه راحة شريحة ثانية من الشركات اللي هي شركات الشحن أيوة فهذه هي اللي توصل الأحجام الكبيرة جدا احنا لا يعني الأحجام المعقولة نقدر نقول ففي فرق بين التوصيل والشحن ايه أوكي شركات الشحن مختصة أكثر مثلا بالأثاث بالأشياء اللي صعبة ما تكون مثلا تنحط في سيارات صغيرة الحجم نحن سياراتنا صغيرة يعني سواء فانز أو سيارات صغيرة فالأحجام هذه ما تكفي فهذهك تروح للي هي اللي يسمونها لوري أو ما أعرف مش لوري هنا جزيرة وشوف يالس أقرأ أنا في كوظيفة وظيفة التوصيل يقولك هاي تعتبر من أحد أقدم المهن أقدم المهن لأنه من استوة الدنيا يعني حتى يقولك في بعض المعلومات عن الأغريق كانوا يستخدمون الناس في التوصيل سواء توصيل رسالة أو توصيل خبر حتى لا أذكر المعلومة الدقيقة التي تتعلق بهاية الجزئية لكن يقال أن الماراثون 27 مايل فليش خلوه 27 مايل الآن بيزعلون ربعنا اللي يجرون أخاف أي بالرقم غلط المهم يا جمعة وفي مسافة يقطعونها في الماراثون في فل ماراثون وفي هاف ماراثون فالماراثون الكامل هذا أتوقع هو 27 مايل السبب أن خلوه المسافة 27 لأن في عهد الأغريق أعتقد طلع واحد يبقى يوصل خبر انتصارهم على مملكة الفرس هذه الأيام في الحرب فقطع هاي المسافة كلها فكان يركض هاي المسافة هاي كلها من منطقة اسمها ماراثون أعتقد إلى المكان اللي موجود في اللي قطع لها المسافة يعني فلتوصيل معلومة فتوصيل المعلومة توصيل الأغراض الثمينة الهداية كانت تستخدم كان عبارة عن كوريير ترى صحيح حال يطلع على الحصانة ويوصل لازم يكون شخص شجاع ترى لأنه يمر على قرى مختلفة سواء أعداء أو استغاء فلازم يكون المرسول هذا يكون شخص شجاع تصدق علي أقرأ معلومة هاي اللي أنت تفضلت فيها الحين أعتقد اسم الشركة لأنه الكوريير بزنس يقال لنا في أمريكا ما كان لهم أي وجود لين بداية القرن 19 ما كان لها وجود لين 1850 بدت الشركات تطلع فكانت شركة اسمها بوني أكسبرس أتوقع بوني أكسبرس 1857 خلال هاي الفترة فيقول لك كانوا حاطين الشتراطات اللي بيشتغل بهاي الوظيفة وهم بيذوي أول ناس يقول لك اللي كانوا ينقلون كان عندهم كوريير بزنس من الشرق للغرب في أمريكا ويوصلون خلال عشر تأيام تعال حق شروط اللي يلتحق بهاي الوظيفة شو بالحرف يكتبونها سكني ضعيف يكون خيال جيد جود رايدر لازم يكون عند الشجاعة أنه يواجه الموت كل يوم هاي حاطينها في الجوب ديسكريبشن هذا تعرف مطلبات الوظيفة حاطين لك أنه لازم يكون مستعد يواجه الموت هذا كل يوم ففعلا كان الموضوع هذا مش بسيط إذا نحنا بنذكر هاي النقطة موضوع أنه الحمد لله أنتوا هاي مو بشراطات الوظيفة لا الحمد لله لم يرطي ما عندنا بدى الموت الله يحفظه ف لكن الوظيفة هي مش سهلة أبدا مش سهلة الوظيفة يعني حتى يوصلون الأكل أو يوصلون لك أي شيء شوف أن خاصا يركبون الدرجات مثلا فأنت تشوف أن ساعات درجات الحرارة تكون عالية والشخص هذا اللي وصل لك الأوردر يتعامل مع المتعامل اللي هو مهذب ولبق بيقول له شكرا بيعطي دبة ماي مثلا وبيتعامل مع اللي شوية غير لبق ما بيقول له شكرا ممكن لأن هاي كلمة شكرا ساعات تعني وايد حق الموظفين هذي لا أنتو كيف تديرون أو تكونون يعني مثل ما يقولون قايمين على موضوع اسعاد هذين الموظفين شو اللي تسوون ما شاء الله عدد مش قليل اللي عندكم من تول اللي يوصلون الطلبيات فكيف يعني تأكدون من الموظف هذا سعيد في عمل بحكم الضغوطات اللي واجه هكي اليوم شوف سلام كالله أتفق معك من هذه الناحية كثير مرات يجون السائقين سواء مبسوطين أو مضاييين شوية من مواقف مروا فيها أنا من البداية عندي مؤمن بشيء واحد أنه الجميع اللي يعملون معايا ما أعاملهم كرئيس ومرؤوسين أعاملهم كأخوان وهم بيدهم إذا يبغوني أعملهم كرئيس ومرؤوسين بقدر إذا هما أخلوني أضطر أتعام معاهم بهذا الطريقة ولكن الحمد لله جميع الموظفين فهمين هذا الشيء وبمجرد ما هما يحسون أنك أنت كرئيس لهم جزء منهم سواء في الجلسة معهم في السواليف معهم تمر عليهم سكنهم تعرف كل واحد إحتياجاته تعرف زوجته مثلا مرضت تعبت حتى تأتي بعد أسبوع تسأله عن هذا السؤال هو تعني له جدا الكثير هذا الشيء أكيد أمي فأنا أتعام معهم كيف فعاليات تقومونها لهم مثلا والله نسوي من مرات اللي هي مثلا الفطور جميع يعني في المكتب لأنه صعب أنه نسوي مثلا في وقت محدد صحيح يكونوا في الخارج فنحاول قد ما نقدر أنه نسوي وإن شاء الله في خطط أنه تصير بشكل نصف سنوي جمعة خارجية سواء بحرية برية تقربنا أكثر البعض وهم بمجرد ما يحسوا بالأمان سواء من صاحب شركة أو من موظف أو مدير هو بنفسه بيجي بيطلع اللي عنده بيجي يقول لك ما رح يخبي عليك شيء ما رح يكذب عليك لا سمح الله هذه برضو من المشاكل التي تواجه شركات توصيل أنه إذا الواحد أخطى يخبي فأنا من يوم أو أول يوم قلت أنا ممكن أخطي أنت ممكن تخطي خليك واضح معايا وأنا بكون الباكب الظهر حقك أنا بس من ذلك ما شاء الله جهد جهد طيب ما شاء الله اللي أنتم تسوونا أعتقد حتى هذه نحن ممكن هاي رسالة نوصلها حق أخواننا وخواتنا اللي تابعونا أن ما يضر إذا الواحد يقول كلمة شكرا مثلا حق اللي يستلم مننا الطلبية أن مثل ما تفضلت بعض الأحيان فعل بسيط كلمة بسيطة بس أثرها ترى يكون كبير خاصة نحينا يا جمعة الجو حار يعني سواء أنتم ما شاء الله اللي يوصلون يوصلون بسيئير نعم الحمد لله ولكن في الشركات الثانية اللي يتوصل وصلون على دراجات صحيح وحر يا جماعة حر فبالتالي أنت يوم بتقول لك كلمة شكرا هذه ترى بتسعدها يعني وساعات بعض الأحيان مثلا يستوي نوع من التأخير يستوي نوع من الأقصور فأريد لو نطول بالنا شوية لما تصير مثل هاي الأخطاء زين إذا برد على التجارة المنزلية أنا عندي بزنس معين فأتواصل معاكم عن طريق حسابكم في الإنستغرام اللي هو GoArneb GoArneb على الإنستغرام فأرسلكم ميسج أنتم بعدين شو المعلومات التي تحتاجونها بس تحتاجونها تعرفون شو نوع المنتج حجمه ماذا حجم النوع المنتج من مدينة الاستلامة والموقع مثلا الطلبيات المتوقعة بشكل يومي مثلا وبس وخلاص وهل لازم أذكر لكم مثلا والله هل منتج هذا أبا يكون في إمارات دبي فقط أو في دبي والشارجة أو في الإمارات السبع أو لهذا بمجرد نحن ما نبدأ مرحلة التواصل معهم خلاص يصير الموضوع يعني الموضوع العمل والأخذ والعطاء يعني يعتبرون كأنه يتعاملون مع زميل لهم أو صاحب لهم خلاص ممكن يبدأ أنه بتقدرون تسويل كذا بسيطة فبشكل يعني أنا أحب البساطة في التعامل التعقيدات الشركات وهذه أنا أرفضها خاصة لواحد توا بادي حين أنه توا بادي البزنس مالي مثلا فإذا بدخلوا إلى شركة بتوصلي المنتج الذي أنا ببيعه اليوم وتوني أنا بادي يمكن عندي عشر طلبيات في اليوم يا الله يا الله وإلى خمس طلبيات ويتخلي الشركة وتعقد لي الأمور صحيح وأقول بلا هاي الشغلة خلاص ما بايش نحاول نحتوي اللي يجينا قد ما نكتاز ممتاز في سهولة العمليات في التبسيط متى ما بغى يتصل متى ما بغى يرسل وإن شاء الله يلقى تجواب خلال وقات العمل طبعا هاي وداما لو بغى يستفسار طيب أنا أسوي كذا أشرايكم هل هذا يناسب وكثير والله يستفسرون مثلا سواء موضوع دفع موضوع مثلا الانستغرام بيج كيف ينسوي ماركتنج قد نحن مرة الحمد لله علينا أمثلة كثيرة فيه اللي ناجح وناجح جدا ويستهل ويروح للعالمية فيه اللي بدأ بشكل بسيط واتطور فيه اللي بدأ بضخ أموال كثيرة وصار نزول فيعني صار الحمد لله عندنا كمية معلومات نقدر يعني حتى أنا والله الشباب اللي معايا في المكتب قد ما أقدر أقول لهم ساعدوا الناس يعني عندك معلومة لا تبخل على أحد فيها أنت تشوف شخص تتعامل معاه عنده عيب معين أو خطأ معين قاعد يأثر في عمله ساعد أنت كسبت كشريك لك يحس بالولاء مش بس شركة أنه والله أنا أوصل له من النقطة ألف إلى أبا بالعكس يحس أنه أنت ظهر له وإذا بغى أي شيء بيجيك فهذا إحنا إحنا نبغى أنه يعني الناس تعاملنا كإحنا يعني كشركاء شركاء خيار أول يعني وإن شاء الله أنه إحنا قدها يعني مش بس مجرد توصيل يعني إحنا نبغى داما نكون أنه ندعم المشاريع المنزلية وصحاب التجارة المنزلية والشركات الصغيرة المتوسطة نحن في النهاية يعني جزء من المنظوم نكمل بعض جميل هو تصدق عليه يعني اللي أنا يعني جاذبني في هالموضوع هذا ومحببني في فكرة شركة أرنب مش لأن سيف صديقي مش لأن الشركة هذه كلها أسباب ترى مو بش مش لأن الشركة ما شاء الله عليها يتوها بادية وناجحة فيه وايد أمور أنتو غطيتوها يعني أنا إذا بي بعدد الأشياء اللي شفتها مثلا شفت ربع أخوان بدوا في خذوا هاي الخطوة خطوة البزنس اللي كثير من الناس يتردد يقول لا لأ ربيعي ما بتخل يا في شراك ولا بتخل يا في بزنس فهذا هذا حاجز عند وائد من الناس وانتو ما شاء الله عليكم بتعديتو هذا الحاجز فهذا شيء رائع جدا عندك موضوع أن أنا يوم بسوي بزنس أو بطبق فكرة أو شركة أنا لازم أكون متواجد لازم أنا أكون هاندزون مثل ما يقولون إيدي على الشغلة هاي اللي أنا بسويها أعرفها من الألف إلى الياء إذا كنا شركاء واحد مننا يسد عن الثاني هاي الجزئية فوايد أمور ما شاء الله ممتازة فيها جانب الشغف أنت ما شاء الله عليك الرئيس التنفيذي وفي نفس الوقت توصل لطلبيات وحاب الشغلة ومستمتع وما شاء الله عليك حين أنت يالس يوم تتكلم عن الموضوع تشع ما شاء الله عليك إيجابية لأن فعلا أنت لا يستمثل لا يوجد تصنع فهذا شيء ممتاز وأعتقد يشجعنا نحن اليوم وشجع الشباب الذين يسمعون أخواننا أخواتنا أن يوم أنت عندك شغف في شيء شو مكان بتنجح إن شاء الله إذا أنت عطيته من وقتك وعطيته من جهدك فأنا صراحة من لي أشوفه أتوقع لكم إن شاء الله نجاح أنتوا ما شاء الله ناجحين وأتوقع لكم إن شاء الله الأفضل إن شاء الله زين إذا أقول لك علي ما تنصح الشباب الذين يبدون هذا يبدون مثلا التوصيل يبدأ شركة التوصيل ما نصائح مختصرة تعطيها للشخص هذا يبغى يفتح شركة في مدار التوصيل والله أعتقد الزمن هذا زمن الواحد يختص بشيء معين يعني الإختصاص جدا مهم تقول أنا بفتح شركة التوصيل كلمة عامة هذه أعتقد خاطئة السوق متشبع ممكن إذا قلت لي أنا بفتح شركة التوصيل أدوية أدوية أقول لك توكل على الله أو طبعا ادرس السوق إذا بعد درست السوق حسيت أن السوق محتاج توكل على الله قبلها تأكد أنه هناك طلب على الذي لا يوجد مثلا منافس لك لكن هل السوق محتاج إنه محتاج تتوكل على الله توصيل مبرد الكيك مثلا أدرس السوق تتوكل على الله دخلنا في مجال أصحاب التجارة المنزلة لأنه حسيت أنه أنا وشركة حسيت أنه فيه فيه فراغ من هذه الناحية توصيل مثلا الأوراق حكومية ممكن يكون فيه قاب في السوق فالاختصاص هو مهم جدا اختيار الاختصاص أنه أنت شو اللي بتوصل صحيح والشي الثاني ممكن اللي هو اللازم تعطي من وقتك العملك فيه من الزملاء والأخوان فتحوا نفس المجال وقفلوا أو باع وحصصهم ليش لعدم التفرغ ممتاز فالتفرغ مهم جدا معرفتك أنت المجال اللي أنت بتوصل فيه هذا مهم كذلك شو شي ثاني غير هالاثنين هذي الأساسي عندي أول شي تقوى الله هذه نصيحة جدي الله يحفظه قال لي أول شي تقوى الله في أي شي أنت تسوي تقوى الله ثاني شي بر الوالدين بعدها توفيق الله بيجيك بيجيك إن شاء الله إذا ما جاك اليوم بيجيك بكرة بس أنت عليك تقوى الله لأنه تجيك مغريات في الحياة إذا أنت ما كان عندك يعني الشياء تقطع خطوط حمرة تمنعك ما صعب أنك تقاوم مغريات الحياة في جميع المجالات مش بس في توصيل الطلبات ثم بر الوالدين ثم العمل الواحد يعمل بخلاص الواحد يعمل بعقل ومنطق يعني مش معقولة نفتح مشروع والسوق مش محتاجه مثلا أو ما سويت دراسة جدوى فقط عندي أموال يلا خلني أستثمرها فكلها سبحان الله يعني وفي النهاية يعني مذكورة في القرآن هي يعني 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 زاك الله خير أنت شوفها الثلاث نقاط اللي قلتها تول اختصرت وايد كلام اختصرت وايد كلام أخي علي مشكور شكرا على وقتك شكرا على المعلومات الطيبة اللي عطيتنا ياها اليوم واستفدنا وايد الصراحة كان بدنا نكمل أكثر لكن ما شاء الله وقتك ما يسمح ومتأكد إن شاء الله بتكون لنا لقاعات ثانية ثالثة ورابعة لأنه ما شاء الله المجال هذا كبير والمعرفة والخبرة اللي بنيتوها ما شاء الله في هاي الفترة البسيطة وممكن تفيدون فيها ويدين بذن الله شكرا لكم والله يعطيكم العافية على ساعة صدركم ورحابة وقتكم تيار رحمة الله يزاكم خير إن شاء الله يشكوكم الله يشكوكم إن شاء الله اشتركوا في القناة